الحمد لله المحمود بكل اللغات على جميع الحالات أحمده سبحانه وأشكره وأُثني عليه الخير كله وأستغفره خلق فسوَّى وقدَّر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها فالق الإصباح جعل الليل سكن والشمس والقمر حسبان جل جلاله وعظم سلطانه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره لا نحصي ثناءً عليه مالك الملك يؤت الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل جلاله وعظم سلطانه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على عبدك وخليلك محمد اللهم اجمع له صلاة الأولين وصلاة الآخرين صلاة المصلين وصلاة الذاهلين اللهم اجمعها وضاعفها واجعلها صلاةً منا عليه صلى الله عليه وآله يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعُدْتُ معاشر الفضلاء صناعة الخطبة إما أن تكون تأصيلاً لبيان حكم شرعي وتعليم الناس إياه وصناعة الخطبة إما أن تكون مواكبةً لحدثٍ من مجريات أحداث الناس وواقع حياتهم وأحياناً يستفزُّ الخطيب موقفٌ يُثيرُه لصناعة خطبة رجلٌ بلغ الأربعين وجازها صار أبًا ثم استُحدِثَ له ابنٌ من ابنته فصار جدًّا ولا يزالُ يرتعُ في ملاهِ الصِبَى يتنقَّلُ من مركزٍ تجاري إلى مركزٍ تجاري يُحسِّنُ هندامَه ويُزيِّنُ سيَّارته حتى يتلقَّف من هنا ومن هناك موقفٌ كهذا يستفزُّ خطيبًا مثل أن يتحدَّث عن قيمةٍ معينةٍ لا بدَّ أن نتحدَّث عنها لأننا بدأنا نفقدُها وعوامل التعرية كما تعمل في الجبال الصم الجلاميد فتسويها بالأرض أو تغير معالمها فتنحتها هناك عوامل تعريةٍ تعمل في ثوابتنا أيها الأحباب أليس مُخيِّبًا للآمال أن يُصلِّي معنا في هذا المسجد رجل خطَّ الشيبُ في رأسه إلا من بضع شعرات لا يزال يلبسُ لباسًا غير لباس أبناء جلدته وسنه ويُطيلُ شعرَه وغُرَّته ثم يَعقِدُ شعرَه إلى مُؤخِّرة قفاهُ كما يفعلُ بعضُ الشباب والمُراهِقين ربما نجدُ عذرًا ولا عذر للشباب حين يتشبَّهون بصور أولئك الذين تعرفون لكن ما عذر هذا الشيخ أو الكهل الكبير في السن الذي لم يرعى حقَّ سنه ما أريد أن أحدِّثكم عنه باختصار ودون إطالةٍ في المُقدِّمات هو عن قيمة الرُّجولة الأمم، الشعوب، الدول تحرِص على مُقدَّراتها تحرِص على أبار النفط ومكامن الثروة ومناجم الفحم وتخشى على هذه الثروة التي هي ثروةٌ ناضبة ولكنها وإن كانت ناضبة فثمَّت ثروةٌ بديلة الأمم والشعوب والدول والحضارات تحرِص على الأبراج الإسمنتية على المُستشفيات، على المراكز، على الجامعات لكن المراكز والمُستشفيات والجامعات والشوارع والأبنية الإسمنتية لا قيمة لها إذا لم تحرِص هذه الدول على بناء الإنسان لأن الإنسان أعظم قيمةٍ تستثمر فيها الدول ما قيمةُ العشرات والمئات والآلاف من المليارات إلا أرقام في البنوك ما لم يكن هناك إنسانٌ يعملُ بساعده يبني بفكره، يؤسسُ بكدِّه، فينشِئُ حضارةً وجيلاً أتحدَّث عن قيمة الرُّجولة ليست الرُّجولة تلك الصفة التي تنبُع عند الذكور من الناس إذا ما بلغوا مبلغ الرجال يعني ليس الرجل هو الذي نبَت شارِبُه وأبقَل وجهُه وعرَضَّ من كبُه تلك صفاتٌ يستوي فيها جميعُ الذكور الرُّجولة مجموعُ صفاتٍ سأُجلِّ بعضها في هذه الخُطبة لكن إليكم هذه الأُمنيَّة العُمَرية عُمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يومٍ يجمعُ إليه ثلَّةً من أصحابه فيقول تمنَّوا فذهبوا في أودية الأمان كلما ذهب تمنَّى أصحابُ عُمر أن يكون لهم ملؤ الدار ذهبًا وزبرجد ولؤلؤًا وجواهر لا ليستكثرُوا بها ولا ليُفاخِروا بالأموال والأولاد فلم يكن ذلك في قواميس الصحابة ولا في أعرافهم تمنَّوا ذلك حتى يُسلِّطوا المال على هلكته في الحق إنفاقًا في سبيل الله إطعامًا لجائع وسدًا لمسغبة وإقامةً لعوز قال عُمر رضي الله عنه لكنني أتمنَّى رجالًا كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحُذيفة بن اليمان قال فأستعملُهم في طاعة الله هؤلاء هم الرجال بمجموع صفاتهم القائمة فيهم لا بمجموع ظواهر أشكالهم وإلا فمن الرجال من هم رجالٌ في الصورة لكنهم في الحقيقة غيرُ رجال ومن ثم جاء النهيُ النبوي بل اللعنُ النبوي عن المُترجِّلات من النساء بالرجال والمُتشبِّهين من الرجال بالنساء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما عند البُخاري من حديث بن عباس قال أخرجُوهم من بيوتكم سنأتي على ظاهرة بدأت تنتشرُ في جامعاتنا ومدارسنا ومعاهدنا وهي ظاهرةٌ مُسترجِلات من النساء سنأتي عليها في خُطبةٍ لاحِقة قال أخرجُوهم من بيوتكم أشباهُ الرجال لا مكان لهم في وسط الرجال أشباهُ الرجال لا مكان لهم في الحضارات والأمم التي تعتبرُ بالقيم ليست الرجولةُ إذن في الظواهِر والعلامات وليست الرجولةُ في أن ترى الرجل ضخمًا سميناً مفتولَ العضلات لأن هذا ما لم يكن له قيمة يُصبحُ هباءً منثورًا يُصبحُ كهشيم المُحتَظِر وفي الخبر إنه ليأتِ الرجلُ العظيمُ السمينُ يوم القيامة فلا يزِنُ عند الله جناحَ بعوضة قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نُقيمُ لهم يوم القيامة وزناً وحين ضحِكَ الأصحاب من دِقَّة ساقي عبد الله بن مسعود حامل القرآن الصادِع بالرحمن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال أَتَعْجَبُونَ مِن دِقَّة ساقيه فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدُ النبيُّ صحِّحُ المفاهيم يُقيمُ الموازين لأنَّ ثمَّة مفاهيم غائِبَ عند الناس أو مفاهيم مغلوطة عندهم البُخل هو حقيقة الشُحِّ بالمال لكنَّ حقيقة حقيقة البُخل أن يُذْكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ولا يُصَلَّى عليه وهكذا يُعدِّلُ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاهيم الغائبة في دُنيا الناس إذن الرجول الحقَّة هي في استجماع الصفات استجماع مجموع صفات تقوم في الرجل فيُشارُ إليه بالبنان أنه رجل اسمعوا إلى الأمثال ثم نعودُ إلى الصفات عمير بن أبي وقَّاص جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فتىً صغير في بدر يُريدُ أن يُجِيزَه النبي صلى الله عليه وسلم فردَّه لأنه لم يبلغ مبالغ الرجال هو لم يبلغ في الصورة مبالغ الرجال لأنه دون الخامسة عشرة لم يبلغ مبالغ الرجال لأنه لم يُبقِي الوجهُه لأنه لم تعرض من كبيه لكن في نفسه همَّةٌ تزِنُ همَّة الرجال همَّةٌ مُلوكي ونفسي نفسُ حُرٍّ ترى المذلَّة كُفرًا بكَى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فعُقِد له السيف فقاتل وليس في وجهه شعرًا معاذ ومعوَّذ ابني عفراء كانا صغارًا لكنهما أراد أن يُشارِك مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان فجاء بهامة الكفر وبفرعون الأمة يجرانه بحبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رافع بن خديج جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أُحد وهو دون خمس عشرة سنة فلم يُجِزه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يُجادِذ ويُنافِح ويُكافِح قال يا رسول الله أترُدُّني وإني لرامٍ أرمي كما يرمي الشيوخ فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه سمُرة بن جُندُب وكان قد رده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أجزت رافعاً فأجزني قال تصارعاً فتصارعاً فصارعاً سمُرة رافعاً فأجازهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من الضرورة أن يكون الرجل ذا لحيةٍ كثة عريضاً منكبين لا إذا قامت فيه صفات الرجولة أغنى ذلك كذلك ليست الرجولة في الكثرة ولا في العدد ولا في الضخامة فإن رجلاً واحداً قد يصنع ما لا يصنع الرجال والناس ألفٌ منهم كواحد وواحدٌ كالألف إن أمرٌ عنا أرسل خالد بن الوليد إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه في حصار الحيرة يطلب مددا فظنَّ خالد أن أبا بكر سيرسل له جيشاً عرمراً جيشاً جراراً أولُّه في المدينة وآخرُه عنده لكن أبا بكر لم يُرسل له إلا رجلاً واحداً أرسل له القعقاع بن عمر التميمي وقال له هذا القعقاع لا يُهزمُ جيشٌ فيه مثله يُعدُّ بألفٍ من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحدٌ وفي حصار كابل وقف القائد قُتيبة بن مسلم يبكي ويتضرَّع ويدعُ الله تعالى ثم قال أبغوني محمد بن واسع فذهبوا يبحثون عنه فإذا محمد بن واسع قد رفع أصبعه يدعُ الله تعالى وكان باسلاً شجاعاً وعابداً صاحب ليلٍ فلما بلغ ذلك قُتيبة قال لإصبعُ محمد بن واسع أحبُّ إلي من مئة ألف سيفٍ شهير ومن مئة ألف شابٍ طرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أكملُ الناس صفاتًا وأجمعهم لصفات الرجولة الصفوة صفوة الصفوة خيرة الخيرة الذين اختارهم الله تعالى على علمٍ على العالمين الأنبياء المعصومون لذلك وصفهم الله بالرجولة فقال وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ السؤال الذي يطرح نفسه أين نجد هؤلاء الرجال ما هي ظروفهم المكانية التي تجمعهم هؤلاء الرجال مواطنهم بيوت الله المساجد حلق العلم حياض الذكر قال الله تعالى في بيوتٍ أذِنَ اللهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاهِ تَعَلَّقَتْ قُلُوبُهُمْ بِالصَّلَاهِ لذلك جاء الوصف المعلقة قلوبهم بالمساجد ورجلٌ قلبه معلَّقٌ بالمساجد لمسجدٌ أُسِّسَ على التقوى من أول يوم أحقُّ أن تقومَ فيه فيه رجالٌ يُحِبُّون أن يتطهَّروا والله يحبُّ المُطهِّرين إذن راحةُ أرواحهم وهناءةُ أنفسهم حين يكونون في بيوت الله لا يتأخرون عن الصفُف الأول لا يتقعصون عن الصلوات يأتونَ ولو كانوا بجراحاتهم كما قال عبد الله بن مسعود وَإِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلِ الرجل العاجز الذي لا يستطيع أن يقوم الرجل الذي عنده المعاذير يأتي يتهادى بين الرجلين في الصف حتى يقام في الصلاة أمثال هؤلاء أو بعضهم في مجتمعاتنا يتحجَّجون فيتركون الجمعة والجماعات لأنهم لا يستطيعون أما أصحاب النبي فكانوا يأتون إلى المسجد ولو حبوى يقام الرجل فيهم بين الرجلين يتكِئ على هذا مرَّة وعلى هذا مرَّة حتى يقوم في صف الصلاة راحةُ أرواحهم كانت في الصلاة في المساجد لذلك عُمر بن الخطاب رضي الله عنه حين شقَّ الشقي أبو لؤلؤة المجوس بطنه نصفين بقي في صلاته لم يقطعها وحين قضى الصلاة يعالج سكرات الموت وطعنة السكين المسموم مع ذلك لم يسأل عن شيء السؤال الوحيد الذي سأله أصلَّ الناس أصلَّ الناس عباد بن بشر يقف في ثغرٍ من ثغور الإسلام ثم يقوم ليصلي فيصيبه سهمٌ فلا يقطع صلاته ويصيبه الثاني فلا يقطع صلاته كانوا يصلون بجراحاتهم سيِّد الرجال أكرمُ الناس أرومةً وأطهرهم نفسًا ونفسًا صلى الله عليه وآله يقوم إلى الصلاة فيُغشَ عليه في أُخريات حياته ثم يقول إيتوني بسبع قِربٍ من آبارٍ شتى أهريقوا عليَّ الماء فيُهريقون عليه الماء فيقوم ثم يُصيبه العِي فيُغشَ عليه المُفدَّى بالنفس والمال والولد صلى الله عليه وسلم ثم يُغشَ عليه ثم يقوم ليُصلي فيُغشَ عليه ثم يأمرُ في الثالثة بأبي بكرٍ ليُصلي بالناس إذن الذين لا يُصلُّون ولا يشهدون الجمعة والجماعات فليحلِقوا شواربهم ليسُ هؤلاء من الرجال في شيء وإن قامت بهم صفاتُ الرجال مواطنُ الرجال هي المساجد لذلك جاء في الخبر الصحيح ما توطن رجلٌ المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبشُ أهلُ الغائب بغائبهم إذا قدمَ عليهم بُشراكم يا رجال ما صفاتُهم؟ صفاتُ هؤلاء الرجال الصدقُ في العهد، الوفاءُ بالعهد، أمانةُ الكلمة من المؤمنين رجالٌ صدقُوا ما عاهدُ الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا الثبات على المنهج جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبُ الوصية الجامعة المانعة التي ليس بعدها شيء قال قل آمنتُ بالله ثم استقِم وفاءٌ بالعهد، وصدقٌ في الوعد، واحترامٌ للكلمة كان أحدهم يُبايعُ النبي عليه الصلاة والسلام فلا يخرُج عن هذه البيعة في المنشط والمكرَح حتى أثرةً على النفس كان بعضهم يُبايعُ النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسأل الناس شيئًا فلا يسألهم الحقير ولا الكبير ولا النقير ولا القطمير ولا شيء من أمور الدنيا بل يُبالِغ في الوفاء بعهده وبيعته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون أحدهم في دابته فيسقطُ صوتُه فينزل من على دابته حتى لا يسأل الناس شيئًا بلغوا شأواً بعيدًا في الوفاء بالعهد يقول أحدهم والله ما مسستُ ذكري بيمين منذ بايعتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي الرجول الحقّة من صفات الرجال أنهم يتعالون على رغباتهم يتعالون على شهواتهم ورجلٌ دعتهم رأةٌ ذات منصبٍ وجمال فقال إِنِّي أخافُ الله الإمَّع الذي يتبعُ شهوتَه ويسيرُ مع رغبته لا يمكن أن يُصَف بأنه رجل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولذلك من سادات الرجال يُوسُف عليه وعلى نبيِّنا الصلاة والسلام قالت لهم رأةُ العزيز وهي ذاتُ منصبٍ وجمالٍ وأمنٍ وقد غلَّقت الأبواب قالت هيتَ لك قال معاذَ الله إنه ربي أحسن نثواه كما يتعالون على شهوة الفرج يتعالون حتى على الشهوات الأخرى شهوةُ حب المال والاستكثار رجالٌ لا تُلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من صفاتهم النصيحة والحدَب على الناس والحرص على المسلمين والحُنُوِّ عليهم والجُرأة والشجاعة والإقدام وجاءَ من أقصى المدينة رجلٌ يسعى قال يا قوم اتبِعُ المرسلين وجاء رجلٌ مؤمنٌ من آل فرعون وجاء رجلٌ مؤمنٌ من آل فرعون لماذا؟ ليقول أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وجاء رجلٌ من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين من صفات الرجل أنه يقوم على رعيته ويحنُ على أسرته ويقوم بواجب الله فيهم الرجال قوامون على النساء بالتربية والتأديب والنصح والتوجيه لذلك الرجال أحقُّ الناس أخذًا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وأحقهم امتثالًا بقوله كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم من كل ذنبٍ فاستغفروه قد أفلح ابن استغفروه الحمد لله على إنعامه والشُكر له على تفضُّله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيمًا لشانه وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه أما بعد هؤلاء الرجال الذين أنشأهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم وأحسن تربيتهم لا يظن النظان أن النبي يوماً وقف في محرابه وسأل الله تعالى أن يبعث له رجالاً من أصحابه فاستحالوا رجالاً بالصفات التي سمعتموها إن هذه النتيجة هي نتيجة عملٍ ودأبٍ وتعليمٍ وحرصٍ وتربيةٍ على مر ثلاثٍ وعشرين سنة من الدعوة والبلاغ والتربية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أتم قيام بشهادتكم أنتم إذن أبناؤنا وفلذات أكبادنا الذين سيسألنا الله تعالى عنهم ليس واجب إقامتهم رجالاً أن ندعو الله فقط في الصلوات وأدبار الصلوات وفي السجود لا وإنما يتطلب الدعاء أيضاً منا عملاً من أعمال التربية التي تنشئ الرجال أن يُحمل هؤلاء الأبناء إلى مجالس الرجال إلى حلق الذكر إلى المجالس الجادة التي تُربي على معالي الأمور لا على سفاسفها حين نريد من أبنائنا أن ينشأوا رجالاً فإنه ينبغي لنا أن نُكلِّفهم ببعض الأعمال التي تحملهم على المسؤوليات مُبكِّرة لينشأوا أصحاب هممٍ عالية وشأن الهمم شأنٌ عجيب يتفاوت الناس فيه بين سِدرة المُنتهى وبين أسفل السافلين كما يقول الإمام بن القيم لله درُّ الهمم فهمةٌ معلَّقةٌ بالعرش وهمةٌ حائمةٌ حول الأنتان والحش حتى نُنشِئ أبناءنا من شاء الرجال الصادقين ينبغي أن نقُصَّ لهم سِير الأولين ينبغي أن يتعرَّفوا على معاذ بن جبل وأبي عبيدة عامر بن الجراح وأن يتعرَّفوا على القعقاع بن عمر وهؤلاء الرجال لا أقول باتوا غائبين عن المعرفة وإنما باتوا مُغيَّبين في بعض البيوت والمجتمعات من واجب الأبناء أن تعقِد لهم حلقًا تعرِّفهم بهؤلاء الأصحاب فإن عجزت عن ذلك فلا أقل من أن تعمُر مكتباتهم الصغيرة بصور من حياة الصحابة بالسيرة النبوية مع الرعيل الأول هذه الكتب التي تربي فيهم الهمَّة وينشأُ ناشِئ الفتيان منا على ما كان عوَّده أبوه اللهم إنا نسألك أن تُصلِح ذرارينا اللهم إنا نسألك أن تُصلِح أحوالنا وأن ترُدَّنا إليك ردًّا جميلًا اللهم إنا نسألك الهُدى والتُقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا فلا يغفرُ الذنب إلا أنت يا واسع المغفرة يا كبير الرحمة يا من كتب الرحمة على نفسه يا أرحم الراحمين يا أعظم الغافرين يا أحسن المتجاوزين نسألك أن تَأتي على ذنوبنا صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلهااض، ظاهرها وخفيها وأن تمحو ذلك كله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين إلهنا عُد بالمغفرة بعد المغفرة عُد بالرحمة بعد الرحمة على آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم عافهم اللهم اعفو عنهم اللهم متع بحياتهم اللهم أسعدنا بوجودهم اللهم شنف مسامعنا بدعواتهم اللهم بارك في صحتهم اللهم بارك في عافيتهم اللهم اشف سقيمهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم أسعد خاطرهم اللهم أهلئ معيشتهم اللهم صب عليهم الرزق صبا صبا اللهم أقر أعينهم بصلاح ذراريهم اللهم اجزهم عنا خير الجزاء إلهنا عُد عليهم بالمغفرة والرحمة اللهم عفو عن تقصيرنا اللهم سامح تقصيرنا اللهم إنا نسألك أن تستخدمنا في برهم وأن تستعملنا في طاعتهم وأن تمتعنا بوجودهم اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم اللهم املأ أضرحتهم وقبورهم نورا وسرورا وروضة وحبورا اللهم في هذه الساعة المباركة وفي كل ساعة افتح لهم بابا إلى الجنة اللهم متع أبصارهم برؤية مقاعدهم في الجنة واصرف عنهم باب النار يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم وسع لهم في قبورهم مدَّ أبصارهم اللهم افسح لهم فيها يا رب العالمين اللهم آنس وحشتهم اللهم آنس فحشتهم اللهم ضاعف مثوبتهم إلهنا واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه نسألك يا الله يا الله يا الله يا مجيب الدعوات يا مقيل العثرات نسألك بأحب الأسماء إليك وأسرعها إجابة لديك أن تجعل ميتتنا خير ميتة يا رب العالمين اللهم اجعل خير أيامنا يومنا القاك اللهم لا تقبضنا إلا ساجدين أو راكعين أو حجاجاً أو معتمرين يا رب العالمين اللهم اغفر لمرضى المسلمين اللهم اغفر لمرضى المسلمين اللهم اغفر لمرضى المسلمين اللهم خُصَّ منهم يا حي يا قيوم أصحاب الأمراض المستعصية اللهم اشفي مرضى السرطان عافهم واعف عنهم يا رب العالمين اللهم منَّ عليهم بالعفو والعافية وامسح عليهم بيمينك الشافية اللهم أقمهم من أسرتهم أصحاء معافين اللهم شفهم لينكأ لك عدواً أو يمشو لك إلى صلاة اللهم أبرئهم اللهم أعف عنهم اللهم شفهم اللهم واجعل لهم مع العافية ما جعلت لأهل البلاء من الأجر مع البلاء يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا يصمد لحاجات الخلق إلا أنت ولا يجيب المضطر إلا أنت تحب أن تدعى وتسمع إذا دعيت وتجيب يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك بما سألك به الأنبياء وندعوك بما دعاك به الأولياء أن تجعل لإخواننا في الشام فرجاً عاجلا اللهم طال ليل البلاء اللهم اشتدت الأحوال اللهم عظم الخطب واشتد الكرب ولا يفرج الهم إلا أنت ولا ينفس الكرب إلا أنت نسألك يا الله ونحن نتوسل إليك بأحب الأعمال اللهم إن وجدت في أعمالنا صلاةً مقبولة أو صياماً مرضية اللهم إن وجدت حجاً مبرورة فإنا نتوسل به إليك أن تجعل لهم فرجاً ومخرجاً اللهم طال ليلهم اللهم عظم بلاؤهم اللهم عظم بلاؤهم لا يفرج الهم إلا أنت ولا ينفس الكرب إلا أن تجعل لهم فرجاً ومخرجاً اللهم انقلهم من الضيق إلى السعة اللهم انقلهم من الحرب إلى السلم اللهم انقلهم من الدمار إلى العمار اللهم انقلهم من الجوع إلى الشبع ومن الضمأ إلى الري اللهم اجمع شملهم الذي تشتت اللهم اجمع شملهم الذي تشتت اللهم اجمع شملهم الذي تشتت اللهم ردهم إلى ديارهم آمنين مطمئنين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله إنه لا يفلح الظالم حيث أتى نسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أن ترينا في بشار وعصابته عجيب قدرتك يا من لا يعجزه شيء اللهم اصنع بهم صنيع الفراعنة اللهم اصنع بهم صنيع القياسرة اللهم اصنع بهم صنيع الأكاسرة اللهم اصنع بهم صنيع أعدائك الذين ذهبوا وأصبحوا ذكرا اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك اللهم آرنا فيهم عظيم بطشك وانتقامك يا الله يا الله يا الله ارفع حلمك وعافيتك عن بشار وعصابته اللهم سلِّطهم في نحور بعضهم البعض اللهم آرنا فيهم عجيب قدرتك يا رب أبرم لأمة الإسلام أمرًا رشدًا يعزُّ فيه أهل الطاعة ويتابُ فيه على أهل المعصية يؤمَرُ فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر نسألك أن تؤمن إخواننا في مصر وأن تجمع كلمتهم على الحق والدين يا رب العالمين اللهم اجعل لمصر أمناً وأماناً وسلماً وسلاماً ورغداً من العيش فرِّج هم المهمومين ونفِّس كُرب المكرُومين اللهم وَلِّي على مصر خيرتها اللهم وَلِّي على مصر خيارها واصرف عنها شرارها اللهم أعِذهم من فتنة الفتانين اللهم أعِذهم من فتنة الفتانين وإفكِ الأفَّاكين يا رب العالمين اللهم احقِن دماءهم اللهم استُر عوراتهم اللهم آمن روعاتهم اللهم أسعدنا برخاء مصر وأمنها واستقرارها يا رب العالمين اللهم وكل إخواننا في ليبيا وفي تونس وفي فلسطين والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في الصومال وفي أثيوبيا وإيرتريا اللهم كل المسلمين في اليمن اللهم كل المسلمين تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى اللهم لا غنالنا عنك خذ بنواصينا للبر والتقوى لا يهدي إلى الصراط المستقيم إلا أنت ولا يحمل على الطريق القويم إلا أنت اللهم هذه نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا اللهم أقمها على الصراط المستقيم اللهم اجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك اللهم ما فاتنا من الخير أن ندعوك إياه فأعطنا إياه من غير مسألة وما عزب عنا من الشر أن نستعيذ بك منه اللهم فأعذنا منه يا حي يا قيوم صلوا وسلموا عباد الله وأمهروا جمعتكم بكثرة الصلاة والتسليم عليه اللهم صلِّ وسلِّم وزِّد وأنعم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته وعثرته اشتركوا في القناة مش pm